السلام عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد اليوم انشاء الله نشارك معكم وصفات الموفين والذي يعيط لهم المادلان و الكابكيك هاد الموفين يجو خفاف بنان طريين ديروهم للقهوة الحشية و للقوتة لبدو ريصار تجمود ديروهم الاس انيفرسير ديروهم بلا كرام او بير ولا كرام شانتيه انشاء الله تعجبكم الاغساة نبدأ اليوم وخليكم تشوفوا الوصفة وطريقة التحضير في هذه الوصفة نسحقو زيج حبات بيض يكونوا بحارقة المطبخ من الاحسن نزيد عليهم نصف كاس للسكر الكاس اللي عبرت بيه يرفض 200 ميلي لتر نزيد عليهم انسا شي تاع السكر غانيه نستعمل البعطاء و الفوية للطريق ونضرب البيض مع السكر حتى الخالط التعناي والبيض والسكر قاعد يدوب هذه الخطوة المهمة بشى اللي مفين تاعنا يجو نخفف مور ما يدوب لنا مليح السكر نزيد عليهم اربع كاس تاع الزيت نزيدها غير بشوية ونبدأ ندرب الكاس اللي استعملته يرفض 200 ميلي لتر هاد الكميادر تليت سحبت نزيد عليهم مص كاس تاع حليب ونزيد عليهم 50 جرام تاع شوكولة انا استعملت شوكولة نوع ونستعملوا دوبتها في الميكرون تخليطها بردت شوية وزيتها في الخليط بالنسبة للفغين نسحق كاس ونصف تاع فارينة من الأحسن تغرب المكونات الجافة باش اللي مفين يجونا خفاف من الداخل نزيد عليهم مغرف كبيرة مع مرة كاكاو ومغرف صغيرة تكون مع مرة كاميرا كيميائية نغرب الملاح المكونات الجافة ونخلط ملاح بالفوة باليد هذا هو الميلانج اللي تحصلنا عليه كما كم تشوفوه ما يجايش جاري بزاف وما جايش تقيل وكإضافة كاميرا 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 تنجموا تستغنوا عليها عندي المول الخاصة مفين زيت درت فيها كاسات باش ما يلسقوا ليش نعمر الكاسات استعملوا هذه اللي ترفضوا بها اللي غلاس تساعدكم في الخدمة ما تعمروش الكاسات تاوحكم حتى للفوق باش ما يفيدلكم شعمرو حوالي تلت ارباع تاعلي كاسات زيت لهم الفوق شوية شوكولة وقدرت الفوق يحمى على 180 درجة ندخل اللي مفين تابعي طيبو حتى ينشوفوهم طلعوا ملاح وتحمرو نخرجهم يدولكم حوالي 35 حتى الربعين دقائق هذا هو الشكل تاحهم خلوهم يبردوا شوية كما كم تشوفو جاو خفاف جاو طريين من الداخل ويجو بنان ما يجوش حلوين بزاف تنجمو تزيدو لهم الفوق غاناش وشوكولة ولا كرام شانتيه ولا ما مديرو لهم كرام وبر من الفوق موسيقى 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 موسيقى